اهلا ازايكم عاملين ايه? انا ميرا. اكيد انا عرفتوني خلاص. اه النهاردة هعلمكم ازاي تكونوا تريند في التيك توك علشان الامسي سي وقف. انا الكلمة وموجه لفئة محددة اللي هم في الكل. ازاي تقدر تخلي الفيديو بتاعك تريندي? وفي نفس الوقت اه يبقى عليه مشاهدة حقيقية. ومن تيك توك نفسه. تمام? مش هتختار ولا هتعود تسأل حد ان هو يساعدك كتير جدا. الطريقة صحلة وبسيطة كلها. وفي ايد كل الناس اللي بتعملها. اول حاجة بنفتح التيك توك. تمام? وبنختار من التيك توك. وبنختار التيك توك بتاعنا الطبيعي. ومن التيك توك احنا هنخش على بتاعنا او الرسائل بتاعتنا على حسب اللغة اللي احنا محددينها. ومن الرسائل هنختار او هنختار الرسائل كل الانشطة كل الانشطة. ومن هنا هنختار او هنختار اللي هو من التيك توك. تمام? ومن التيك توك احنا هنختار هنا اللي هو الهاشتاجات بتاعت التيك توك عمتا. هننزل لتحت شوية وهندور على كلمة ترين دي. تيك توك او الاغاني اللي هي في وقتها. تمام? دي الاغاني التريند وده الهاشتاج بتاعها. تمام? اول حاجة بنعملها احنا لما بنيجي نرفع فيديو. ارفع باغنيتك عادي جدا. ما فيش اي مشكلة معاك. بس اختار الاغنية اللي هي من هنا من التريند نفسه. وهنستخدمها في مقطع الفيديو بتاعنا. وهنعمل لها ميوت. تمام? دي اول خطوة خالص احنا هنعملها. لاني طبعا انت بتساعد نفسك انك تطلع تريند. في معلومة تانية بتقول ان التريند بيتجدد كل ساعة. ده على مدار اليوم. فاحنا احسن حاجة نبدأ نرفع فيها الفيديو. ده بتثبطه على معاد المعاد قصدي بتثبطه على حسب سرعة النت بتاعتك. من الاحسن ان انت مسلا تبدأ من تسعة خمسة وخمسين تمانية خمسة وخمسين دقيقة. آآ سبعة خمسة وخمسين دقيقة. بتاعك بس خمسة وخمسين دقيقة. بتبدأ ترفع الفيديو وبتحضر الهاشتاجات بتاعت اللعبة. وكل حاجة تمام. وزي الفل معاك. تمام? وبتيجي على المعاد بالزبط ان انت خدرت كل حاجة بتعمل بوست على الحاجة بتاعتك. على المقطع بتاعك بتاع الفيديو. انت لو بتعمل بوست هو كده اوكي بدأ يتشير خلاص. وانه حمل وهيبدأ يتشير. اعمل حسابك اني بالزبط لما تكون الساعة مسافرة يعني التسعة بالزبط. تمانية بالزبط. سبعة بالزبط. على مدار اليوم ساعة. يكون الفيديو بتاعك تفتح. في الوقت ده. لانه هو هيدخل مع دخول التريند الجديد بالنقطة دي. وطبعا زي ما اتفقنا ما تنسوش نقطة اني الاغنية اللي انتو هتحطوها تريندي من تيك توك. وهنعملولها ميوت. مش هتحملها من بره. انت هتحملها من التطبيق نفسه. آآ بعد كده انت عندك آآ طبعا طول ما انت ما ماشي. جيد نصيحة رقم تلاتة في الموضوع بقى. اني طول ما انت ما ماشي هتلاقي ناس آآ من موبايل لجند. اعمل ل ايه? اعمل لها متابعة. واعمل لها لايك. واعمل لها الكومنت. بالتالي هو نفسه هيعمل آآ زيك بالزبط. لاني هو كمان محتاج زي ما انت ما محتاج. وبيعمل زي ما انت ما بتعمل. فانت عملت له لايك وكومنت. هو كمان هيعمل لك اللايك والكومنت وهيردهول. في ناس بتعمل كده. انا شخصيا بعمل كده. لما بنزل مقطع فيديو جديد. بروح دخلها عند الاصدقاء عندي انا. في تيك توك. وببعت لهم رسالة بالمقطع. وبقول لهم يعني من فضلك مسلا او لايك او اي حاجة من دي. تمام? او في ناس بتبعت الفيديو بس حرفيا. يعني انا هوريكم شاف عندي. وهوريكم بتاعي البروفايل بتاعي. ده البروفايل بتاعي كل ده. على فكرة جاي خلال اسبوع. يعني انا المشاهدات المتابعين اي حاجة عندي في خلال اسبوع او اسبوع ونص تقريبا بالكتير لاني انا اشتغلت عليه بس اخر اسبوع. الكلام ده. ما اشتغلتش من قبل كده. والحمد لله اني يعني ده اول ما حطيته. دخل التريند في ساعتها وجاب لي الرقم ده طبعا فيه ناس بتعدل اربعة تلايف والخمس تلاف بيو. بس بالنسبة لي انا هو يعني ده شغل اسبوع. نيجي للمسجات. تمام. في انا عايزة اقوريكم بس حد يكون بعيد لي حاجة او. شايفين? هو حتى ما اكلمنيش ما قليش انا قلت له وبعدت له الفيديو بتاعي. هو عمل لي وبعد كده بدأ ان هو كمان يبعت لي بالتالي على طول من غير ما ما اقول له حاجة او يقول لي حاجة. قل لي بس هو بيبعت الفيديو بتاعه. وانا قريدي دخلت وعملت لايك من غير اي حاجة. تمام? ففي ناس شغلين بالطريقة دي كتير والحمد لله بيجيبه. وبالتالي انت كده دخلت تريند. فالفيوز بتاعك حقيقي. مش محتاج تطبيق او فيك وياكم التطبيق والفيك. بيوقع الشركة بتعرف ان انتو بتعملوا كده وبالتالي ممكن توقعكوا من التطبيق نفسه. فبلاش يا جماعة ان احنا نستسهل لطريقة حتى لو متعبة شوية. بس الحاجة الحلوة واللي بتتعب عشانها دي اللي فعلا انت هتنجح فيها. لكن لو انت استسهل تصدقني. لو اتعدت المرة في التانية في التالتة هتطلع. بلاش. بلاش. واللي بيعمل غلط دلوقتي بتاعه هو واقع. فانت بالتالي هتتعب شويتين تلاتة عن الطبيعي بس هتلاقي. هتلاقي وهتكسب والطريقة هتجيب معيك والريتش نفسه هيطلع. هسيب لكم صندوق الوصف او في الكلمات بتاعت اه تيك توك كل. وهسيب لكم الهاشتاجات اللي هي الطبيعية بتاعت التيك توك اللي هي بتعلي معيكو بشوية برضو. وبتعلي برضو الفيوز بتاعتكو شوية. ومش ممنوعة من منطن. اي هاشتاج خارجي عن اللعبة او عن حاجة التيك توك الاساسية دي ممنوعة. غير كده انت عندك اللي هو الحاجة بتاعت التيك توك. الهاشتاج بتاع التيك توك او الهاشتاج بتاع الكول تيك توكر. طبيعي دولة بس اللي بتستخدمهم زائد الاسم بتاع الكوينت بتاعك. واهم حاجة اهم حاجة للي دخلين جديد. انهم يكونوا عارفين كويس جدا المعلومة دي اني لازم بتاعك. هو هو نفس الاسم في الجيم. هو هو نفس الاسم في التيك توك. ما تغيرش اي حرف حتى لو عندك اه هتغير الاكاوينت او كده لازم بترجع بتاعك وتطلب منه ان انت تغير الحاجة بتاعتك. او غيرها من قبل ما تخش كلها نفس الاسم عشان تبقى دخل كويس ومسترعيح. هسيب لكم الشروط الاندمام و هسيب لكم كل حاجة في واتمنى اشوفكم على تخير المرة الجاية. ولو عزتوا اي حاجة تقدروا تسألوني في تحت. وتقدروا تطلبوا مني في الفيسبوك او اي حتة انا برد في اي وقت عمتا. ام اشوفكم كلكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجديد. سلام.